السلام عليكم. حضراتكم عاملين ايه? اتمنى يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم. اتمنى يا رب تقولوا كميعا بخير. في الفيديو ده جاي اقول لك عشر نصايح على اليوتيوب لازم ان تستخدمهم عشان تخلي قنات تاعتك في المستوى قناة المشاهير. ولو انت مبتدأ على اليوتيوب وعاوز تفتح قناة النصايح دي مهمة لك جدا. اللي بالك الشرح اللي بات انا قلت لك ازاي تقدر تعمل الصورة رابط وهو يقدر يتكلم ويقدم محتوى. مش شرط انك تظهر بالكاميرا او تظهر انت بسردك على اليوتيوب. وانا مش عايزة اطول عليك في وقت الفيديو وتعالى نشوف اول نصيحة. لما تيجي تفتح قناة اليوتيوب او عاد قول للاي حد من قريبك او صحابك. لانهم ما يسألوك اسئلة انت مش تحب ترد عليها. القناة ديت يعني انت اختالها ازاي? تقدر تعمل قناة ازاي? طيب قللي ايه نصيح ان انا قدر اعمل بها قناة? تكسل ايه من وراء قناة? يعني فيها اسئلة انت مش هتحب انك ترد عليها. فانت حاول ما تقولش لاي حد من قريبك ولا اصحابك. تعالوا بنا نصيحة. ازاي تقدر تعمل محتوى عالي الجودة? انك تعمل محتوى كويس بس بالامكانيات اللي موجودة معك. ثالث نصيحة وهي ابدأ بكل حاجة هي موجودة معك دلوقتي. يعني الامكانيات مش موجودة معك انك تقدر تعمل استوديو او تعمل مسلا اه تجيب كاميرا او تجيب مايك مايك استخدم التليفون معك. التليفون الكامير دو مش هتقصر معك في اي حاجة. انت كبداية مع الوقت القناة تطور. وبعد كده انت تطور كمان مع القناة. رابع نصيحة والمهم انك تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. اللي هو اكبر تجمع في الناس. تقريبا في اليوم الواحد على الكيس بوك مليار شخص بيكون اونلاين. يعني المليار دول ما تعرفش مسلا تحدد عدد معين يقدر يعمل لك دخل للقناة بتاعتك او بيحقق شروط القناة بتاعتك. فانت حاول تستغل لبقى. الميزة في البيس بوك والانستجرام انه ملهمش اي خوارزميات او محركات البحث او علشان تقدر تحتمل على المنصات بتاعة التواصل الاجتماعي. فانت حاول ترفع فيديوهاتك وتعمل اعلانة عنها بشكل مجاني على البيس بوك او الانستجرام. النصيحة الخمسة انك تعمل احترافي او بتعمل النهاية في نهاية الفيديو بتاعك برضو يكون احترافي شوية. ويسيب لك رابط الموقع اللي يقدر يعمل لك كل الكلام ده. سيب لك الوصف او التعليق. سادس نصيحة او استخدم عنوين اليوتيوب الجزابة او عنوين للفيديو بتاعتك بس تكون جزابة. شارك ان بتحط فيها الكلمة المفتاحية. يعني مثلا انا وبتكلم عن طريقة الربح من انترنت. ممكن تقدر تقول عشر وسائل تقدر تربح بها من على الانترنت في خلال اسبوع. بس اهم حاجة اوعى تنسى الوصف بتاع الفيديو. ممكن تخط فيه شوية من الكلمات المفتاحية او الدلالية دي. النصيحة السبعة واهم نصيحة انك لازما تفهم دماغ الجمهور. يعني مجرم هتنشر فيديو على اليوتيوب وتلاقي الفيديو ده جاب معك مشاهدات لازما تفهم دماغ الجمهور. في حاجة اسماء المنتدى على اليوتيوب تقدر تطرح عليها اسئلتك. وكمان تقدر تسأل الجماهير اللي هم بيتابوك. ايه هي الاهتمامات بتاعتهم. سواء كانت في العلوم او الطب او الصحة. علشان تقدر انت تعمل عليها او تشتغل عليها. ومن هنا تقدر تجيب مشتركين ومشاهدات كتير. تم نصيحة وهي الكلمات الدلالية. ودي اهم حاجة في الفيديو. في علامات توضحية او كلمات دلالية موجودة في نهاية الفيديو لازما تضفها. من هنا بتقدر تخل الفيديو بتاعك يزهر وسط القلوات الكبيرة. وكمان يزهر في الفيديوهات المقترحة. النصيحة رقم عشرة وانك تتحلى بالصبر وتكون صبور جدا. يعني مش هينفع تطلع السلم كل مرة واحدة. كل يوم حدد لنفسك فيديو تقدر ترفعه على اليوتيوب. او كل اسبوع او كل شهر. المهم تقولني اليوتيوب انا شغال مش سايب القناة بتاعتك. حاول تهتم بالقناة وتهتم بالجمهور واوعة اوعة تيأس. بس المهم انك تحدد مدة نشر او معاد نشر الفيديوهات بحيث انك تقول للجماهير انا بنزع الفيديوهات في التوقيت ده. تابعوني. والربح من الانترنت مسهل زي ما انت عارب. يعني ما تلاقي حد يجي يقول لك ازاي تقدر تربح من الانترنت مسلا اه تجيب مية دولار في خلال اسبوع. اعرف انه كذب على طول. ماتيش حاجة اسمها كده خالص. انت اهم حاجة. كمبتدأ لازما ما تبصش على الارباح. ما تبصش ازاي تجيب فلوس من اليوتيوب. الجنوب تكون انت حاجة بالمحتوى اللي انت بتقدمه. وتطلع علشان انتفيد الناس. والارباح كده كده هتيجي مع الوقت. والنصيحة رقم 11 رودي من عندي. ما تنساش تضغط على الزر اللي اشترك في القناة. وتفعل زر الجرس. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية اكلمك ازاي تقدر تربح من الزكاية الاصطناعي الترنت المشهور اللي يومين دول. نشوفكم في حلقة جديدة مع السلامة.